وفي القطاع الاقتصادي أو الخدمي قال الناطق الرسمي باسم لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية النائب علي شداد أن افتتاح مصفى بيجي النفطي يؤكد التزام الحكومة العراقية بتوقيتاتها الزمنية للارتقاء بمستوى البلاد وعلى جميع الأصعدة وقال أن المصفى سيساهم بتحقيق الاكتفاء الذاتي للعراق من المشتقات النفطية من خلال نحو أربعة ألف طن من الغاز السائل يوميا وعشرة ملايين لتر من البنزين والكازة ما يخفف من أزمات شعبية متراكمة وأشار شداد إلى أن جهود إعادة مصفى بيجي تعتبر جزءا حيويا من استراتيجية الحكومة لتعزيز قدرات الانتاج الوطني وتحسين جودة المنتجات النفطية